هيمكن طول الوقت فيه فيتشورز جديدة أو يمكنني نقول ميزات جديدة بنشوفها على كل البلاتفورمز أو على كل المنصات من أهم المنصات طبعا هي جوجل اللي أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزات جديدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بيها ودي حاجة بتعتبر قفزة جديدة في هذا المجال التحديد الميزات دي بتطيح للمستخدمين التفاعل مع عدسات الكاميرا بشكل جديد يقدروا أن هم يتحوروا مع الكاميرا ويترحوا الأسئلة عن الصور اللي بيتم التقاطها وطبعا يعني أكيد استمرار للتصارع الحقيقة ملحوظة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي نكحت مؤخرا فيه ابتكار شاتباط بيقدر يتفاعل مع الأسئلة والأجوبة حتى يمكن الأسئلة المعقدة ويمكن دي يا محمد فكرة الآي آي أو الذكاء الاصطناعي أنه ما بقاش بس بيخرج بنتائج ليمكن معلومات أنت أو موطيات أنت بتتدهيره لكن بيقدر يحلل ويقدر يخرج لك بحاجات جديدة وأجوبة جديدة جمالة أظن أنه ما فيش حد فينا ما فيش حد في الدنيا ما بتعاملش مع جوجل كل يوم مرة واثنين وثلاثة وخمسة بقى كده جزء من حياتنا منصة مهمة جدا محرك مهم جدا من محركات البحث على شبكة الانترنت في تطورات كتيرة جدا بتحصل مع الذكاء الاصطناعي اللي هو سمة من سمات الحياة اللي احنا عايشينها كل يوم هلعرف تفاصيل أكتر مع دكتور أسامة عبد الرؤوف وهو عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية منورنا وشرفنا في صباح الخير يا مصر بالمناسبة كلية الذكاء الاصطناعي من أوائل أو هي أول كلية متخصصة للذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية بنقولك صباح الخير يا فنس صباح مرة وحضرتك على حضرتك بداية يعني زي ما جومانا كانت بتقول من شوية نعرف السادة المشاهدين ونعرف كل واحد بتعامل مع محرك البحث الأشهر جوجل إيه السمات الحديثة أو الجديدة وإمكانية المحثة مع الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي جميل هي شركة جوجل كانت قاعدة فترة كبيرة قوي لأنها طول عمرها كانت ليدينغ كانت هي في المقدمة دايما لما جات أوبن اي اي نزلت شات جي بي تي وبقوطه الرهيبة اللي خلت الناس بدأت تفكر في الدنيا كلها بشكل مختلف جات جوجل قالت لا أنا لما هطلع حاجة شات جي بي تي ومعظم الناس دلوقتي بدأت تستخدمه الجيل الجديدة بالكامل بدأت تستخدمه كان قايم على أن أنا هدخل نص واستقبل الإجابة نص وبدأت به لأن النص هو أقوى حاجة يعني حواري مع حضرتك النهاردة نص الأديان السماوية نص كل المحركات اللي دخلها للمخ نص فبدأ بأقوى حاجة بالضبط هو الأساس في التعليم هو الأساس في العقيدة هو أساس في التواصل لنلغة الحوار نص فجيه لما جيه جوجل قال تمام أنا هدخل بنفس القوة طيب هجيب إيه الجديد فبدأ يعمل جيميناي جيميناي ده منتج جوجل المناظر لتشات جي بي تي قال لا أنا هشتغل بحاجة أقوى شوي ما يسمى في الهلم بالمالتي مودالتي يعني إيه مالتي مودالتي يعني أنا لما بكلم حضرتك من ضمن المعاملات اللي دخل معي إن أنا شايف حضرتك دكتور محمد وشايف أستاذة جومانا شايف انطباعات حضرتك وقصادي وحطتها ضمن اعتباراتي في المخ فالحوار دخل فيه صورة وفيديو فبدأ جيميناي يقول أنا هشتغل مش مودال إن أنا أخد كتابة بس هاخد معك كتابة صورة وهاخد مع الصورة فيديو واتفاعل معك كرد فعل بناء على كل دول مع بعض يبقى رد فعلي شامل تحليل كل دول مع بعض وليس النص فقط ومن هنا طلعت لشات بوتس الجديدة شات بوتس يعني عشان نعرف الدنيا ببساطة للمشاهدين هو جهاز كومبيوتر بس عنده القدرة على إنه يتعرف على كلامي أيا كانت لغته عمية فصحة إنجليزي عربي ياباني أيا كان ويرد علي محاورة مصاغة بشكل بشري وبصوت بشري يعني بدل ما يبقى كتابة هيبقى حوار بشري تام تام فده التشات بوتس لما نزلت فبدأ يمزل التشات بوت ده وحط جنب صورتي اللي كان بيسمعه يرد علي زمان زي سيري اللي كان في الايفون وآلكسا اللي كانت في البيوت وجوجل أسستنس اللي كانت على الموبايل كل دول كانوا بياخدوا صوت بس لا دلوقتي بقى كمان هياخد صورتي وهياخد تعبيرات وشي طب أنا مبسوط طب أنا غطبان طب أنا كذا هياخد تحليل الصوت يطلع منه بالعواطف وتحليل الوش ويجمع الاتنين مع بعض ويدين ردود الأفعال موضوع العواطف والمشاعر دي مهمة جدا حقيقة يا دكتور موضوع حسن كل شوية بنتنقل لخطوة أكبر وبيبقى يمكن التحليل أعمق وأدق بس فكرة أنه زي ما هتكلم على فكرة التشاة بوت وحتى التطوير بتاعها فكرة الرقابة على حاجة زي التشاة بوت أو الابليكيشن دي أو حتى يمكن الفيتشيز الجديدة دي يعني ده حوار داير ما بيني وبين آلة في الأول وفي الآخر فكرة الرقابة على الآلة دي المشاعر حتى اللي هتنهالي الآلة دي الأفكار اللي هترد علي بيها الأجوبة اللي هترد على تساؤلاتي بيها جاي منين؟ هو بقى بص حضرتك ما شاء الله حضرتك قلت في السؤال الإجابة يعني إيه كلمة العمق وكذا هي دي جاية من نوع من التعلم دلوقتي من نوع من تعلم الآلة اللي حضرتك تفضلت به اسمه التعلم العميق إنه هو بدأ يدخل في كميات بيانات هائلة بقت موجودة على سطح الأرض دلوقتي العقل بتاع الآلة اللي موجودة دلوقتي تفوقها على البشر في السرعة والمالتي تسكن يعني هتقدر تعمل خمسين حاجة في وقت واحد فتقدر تتعامل مع ملايين البيتا بايتس من الداتا أو كميات الهيلة من الداتا اللي موجودة أو عصر البيج ديتا أو البيانات الضقمة اللي موجودة وتتعلم من كل ده تخيل حضرتك لحضرتك لكي صديقة أو صديقة النهاردة مطلعين على ملايين الملايين من الكتب وعندهم الثقافة العامة دي حضرتك هتبقى عادة معهم مستمتعا أن أي سؤال في الدنيا تسأليه هبقى مستمتع بس فيه مشكلة لازم لو أنا ما عنديش الوعي الكافي بقضية ما سهل أنه يأثر علي برأيه بالضبط وخاصة أنه ممكن يتضرب على أنه يعمل كده أساسا يعني عشان كده دايما نحن نقول أنه لازم في دولنا العربية وفي مصر بصفة خاصة أنها يعني قمة العلم اللي في الدنيا وفي الأجيال الجديدة اللي طالع لازم يكون لها الاتشات باطس بتاعتها أو محركات المحثة بتاعتها اللي من ثقافتها اللي متضربة على ثقافتها اللي متضربة على مجتمعها عشان ما يبقاش فيها الخطورة لأنه كمان هو ما يعرفش مين اللي بيكلمه سنه إيه ولا سنه كام ممكن يكلم اللي عنده عشر سنة على أنه عنده تلاتين واربعين وممكن فده يعني فيه فيه تأثيرات هتبقى كبيرة أوي للتشات باطس اقتصادية في التعليم في الطب في علم النفس في كل ده ممكن أتوحى طبعا واخد المزايا الخاصة بيها في مجالات خصوصية زي الطب وغيره وفي الصناعة كمان وغيرها وفي ديها مزايا كبيرة جدا لكن فلسفيا بقى أو فكريا فكرة اللي هو السباق الأزلي ما بين العقل البشري والعقل الآلي هل أنا ممكن هذا العقل البشري دكتور ينصق تماما وراء هذا العقل الآلي يعني فكرة دائما بتكلم على التفكير النقدي أو المصطلح اللي هو critical thinking أنا أفكر بشكل نقدي فيما يقدم لي من معلومات هل ده حيسقط حيغيب هبقى فين سياق كامل وراء السهولة في إتاحة المعلومات وتحليلها هو طبيعي السهولة اللي هتبقى موجودة دي هتخلي العقل البشري في الأجيال الجديدة يتعطل شوية هي دي الكارسة عن الانجين أو المحرك اللي شغال على طول لكن اللي هيستغله غلط لكن اللي هيستغله صح بالعكس ده هو النهاردة حضرتك لو كنت هتفكر في موضوع ما وكنت حاصر تفكير حضرتك في ثلاث نقاط الثلاث نقاط دولت للوقتي لو رحت له ودلك بدل ثلاث نقاط ثلاثين هتفكر في الثلاثين وهتقعد تعمل ذهنك في الثلاثين فممكن يكون يعزز يعزز ويخلي لك أفكارك بشكل أغزر ويخليك في تحدي أصاده هو جاب طب انت هتجيب الأعمق فين فيه ده وفيه ده بس حسب الشخص اللي داخل أستخدمه الاستخدام الأمثل إزاي لو من حضرتك كنت تقول لنا إزاي أستخدم التشات بوتس دي بشكل يديني فايدة وأنا بتعامل معها تمام هو أي موضوع جديد حضرتك بتتصدله وكلنا عمدنا ده وليس لدينا الخلفية العلمية له أو ليس لدينا الخلفية الاقتصادية أو في البيزنس أو اللي موجودة في الصناعة أو اللي موجودة أو اللي موجودة أروح له الأول أخذ منه شكل الأفكار وشكل الدنيا وشكل النقاط اللي ممكن تكون موجودة فيها وأبدأ أفكر في النقاط دي وأعمل ذهني فيها ويجي أسئلة جديدة على ذهني وأروح أسأله له تاني فأنا عملت عصف ذهني مع الآلة اشتغلت جنبها فأنا النهار ده بدل ما هدور على أني كنت هشتغل في عصف ذهني ومين الخبير بقى تحت إيدي أروح وأخذ ودي مع الخبير لحد مشبع لما واحد مننا بيروح لطبيب يسأله مشورة إن شاء الله نفسية طبية أيا كانت الوضع هارج بتدخل معاه في حوار ولو هو قطع الحوار وما عادش معاك المدة كافية بتطلع تقول الطبيب ده مدنيش حق فأنت دلوقتي هو سايب لك الوقت ومدي لك حقك في كل الأسئلة اللي في الدنيا اسأله وخد ودي معاه ولما يطلع الجديد تكمل معاه في الحوار فهو هيددي جوانب مضيئة جدا في الجزء ده وهيددي جوانب سلبية كتير جدا يعني الإنعزالية إن حضرتك كنت هتقعد مع مجموعة وتحس بدفت تيم وورك وأصدقاء ومحبين لحضرتك وتعرض لوجهات نظر مختلفة برضو ده مهمة طبعا لكن فكرة إن أنا مني للآلة على طول وهنا ما فيش حتى فكرة العصف الزيني صحيح مع الآلة لكن فكرة التعرض لآراء ووجهات نظر مختلفة ده مهمة بالضبط ولو الواحد له صديق وصديقه ده قاعد عمال بيطحن ويجيب نفسه أفكار جنبه كده عشان يساعده في مشكلته نقل الإحساس ده ليا إشباع نفسي لي ونقاي والشعور الإنساني كمان بالضبط إن أنا في حد بيحبني للدرجاتي بغض ناصر على إنه حلل المشكلة أو لا ما في حد بيحبني للدرجاتي فالتواصل الإنساني الجميل ده هو الخوف أنه يفقد طب دكتور يعني حسب الالجوريز وحسب البيانات اللي بتبقى حتى والخوارزميات اللي بتكون عند الشاتبوت أو حتى كل البلاتفورمز نفسها المنصات نفسها بيبقى عندها بعض المعلومات المتعلقة بالشخص اللي بتعمل معي المكان السن كون الهوية الثقافة وما إلى ذلك والأكتر إن أنا لو النهاردة قعدت ويحصل كتير جدا دلوقتي على تشاتبوتس الحالية لقيت واحد أنا متضايق فأكلمه فيدخل معي في مشاكلي وياخد ويدي ويحللي وعدين هم عنده ذات يعني لما حضرتك بتكلمي صديق بيبقى بعد شوية كآدمي عايزي تكلم عن نفسه هو كمان أما المشاكل ما عندهش ذات هي أحد تسمعك للسنة الجاية وترد عليك للسنة الجاية وتقول لها أسرارك للسنة الجاية فزي ما حضرتك تفضلت البرايفيزي ضعت بقى معا كل حق هذه بقى الفكرة بجانب البرايفيزي دي نقطة مهمة جدا ولكن حضرتك قلت إنه لازم يكون عندنا إحنا تشاتبوتس أو عندنا أبليكيشن متعلقة بينا إحنا عشان الهوية الثقافية والدينية والعادات والتقاريد وما إليزار بس ده بقى صعب لأنه دايما طول الوقت إحنا بنحب نروح للأبعد بنحب نشوف إيه المخالف إيه الموجود برا الفريم أو الإطار اللي إحنا بنبقى محطوطين فيه فهل يمكن التشاتبوتس دي ممكن يبقى حسب الهوية حسب المكان حسب المعلومات اللي عندها عن الشخص اللي بيكلمها ممكن تقدم له النصيحة ولا هي خيانقول آلة بحتة متعلقة بالمعلومات المادية فقط اللي عندها لا هو حضرتك ممكن توجهيها فيه علم طالع جديد كده اسمه برومبت انجينيرينج العلم ده طالع بقى له سنتين بيقولك أنت تسؤل آلة بالكتابة أو بالحوار إزاي يعني حضرتك لو ضفتي معاه خلي بالك برضو أن احنا هنا مقيمين في مصر ولنا عادات وتقاليد بس الجملة دي بس دي هو هيبدأ ياخد حضرتك في التفكير بما يتعلق بعقدتك بثقافتك هذه نقطة مهمة أنه لازم يكون الشخص عنده الوعي ده وعنده الالتزام بالهوية دي بس دي فهي يعني زي ما قلت لحضرتك هي عايز الآلة إحنا ما زلنا كبشر قادرين نسؤها قادرين نحنا نوجهها فطالما عندنا القدرة دي تمام لكن هو المشكلة مش في كده أن حضرتك سؤتيها ومواجهتيهاش وخدتي المدخل بتاعها وكونتي منه هو هويتك ثقافية في المراحل بتاعت التكوين بتاع الهوية اللي بيمر بها كل إنسان هنا الخطورة تاني هرجع أقول أن لا لازم لها ما حبيب نفسية حتى في التعليم دلوقتي تطبيقها برا في التعليم المخصص أن في ناس عندهم احتياجات خاصة في التعليم أن ياخد ودي معاك الأقصى صبر في الدنيا مدرس قاعد معاك بالساعات 24-7 ده مهم دكتور أسامة أخيرا إزاي أنا بقى أصنع محتوى رقمي ومحتوى في ذكاء إصطناعي عربي يلائم ثقافتي ويلائم هويتي العربية والوطنية والأبعاد دي هل أنا قادر في العالم العربي في مصر يبقى عندنا مثل هذه المنصات الخاصة بينا ولا لسه قدامنا شوان بص حضرتك هو لازم نعرف أن راس مال كل الموضوع ده هو كلمة واحدة بس تجاوب على سؤال حضرتك كله الديتا البيانات كل المشينز دي سهل أن نعملها في زمن قياسي قياسي مش هقولها حركة شهور شهور قليلة كمان لكن تعالي هاتلي البيانات اللي أنا أدرب عليها المشينز دي كلها هاتلي كل المحتوى بتاع الهوية الثقافية بتاعتنا من كتب وكذا رقمي هاتلي بيانات بتتولد على أرض كل يوم لها تشريع في مصر يسمح بتداول البيانات وده بيتم أداده حاليا في المجلس نواب بالضبط عشان يطلع ويسمح بتداول البيانات دي أن نحن ندرب عليها ماشينز هاتلي حاجة اسمها data pre-processing إن أنا أفلتر البيانات دي عشان لما أدرب عليها تبقى بيانات صحيحة للتدريب مش أجيب أي بيانات وأدرب عليها ما لازم برضو لها خواص معاينة في البيانات بزبط فهو المشروع الأكبر من أن أنا أعمل محرك للتدريب يقوم على الذكاء الاصطناعي هو توفير بيانات كثيرة ضخمة معالجة في ثقافتنا بهوية هي دكتور يعني كلما الدنيا بتتقدم الحقيقة خاصة في مجال AI أو ذكاء الاصطناعي بنرجع تاني يعني كلما ده بيزيد كلما بنحتاج نحن نرجع تاني كده الوراء نعزز من الهواية الثقافية والدينية والتاريخ ثم التاريخ التاريخ مهم جدا 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 ده لازم يكون طبعا موجود بشكر حضرك طبعا شكرا جزيلا دكتور إسامة عبد الرقوف شكرا لحضرك طبعا عميد كلية دكتور إصطناعي شكرا لحضرك شكرا لحضرك شكرا